الـ Express برجعنا معكم في الـ Express تواب الضبط مساعتين وستة دقائق جاب أحذانا ضيفنا عن جبهة الخلاص جوهر بنبارك في الـ Interview جوهر مرحبا بيك أهلا وسهلا بيك و بكل المستمعات و المستمعين شكرا على قبول الدعوة خرجت قبيلة شوية جبهة الخلاص على صفحة رسمية متاعكم نقطة أعلامية طارئة بيش تنعقد اليوم العشية شنو الإعلان الجديد اللي بيش نسمعوه فهالنقطة هذي هي تحيين لموقف جبهة الخلاص احنا خرجنا بيان ليلة 25 ثم عقدنا ندوة صحوفية يوم أمس عطينا فيها الموقف جبهة الخلاص لكن على ذوق التطورات اللي حصلت بين ليلة البارحة واليوم في توفر شبهات كبيرة في تدليس العملية الانتخابية وتزوير نتائج الاستفتاء المخادع تعتبروه تزوير سي جوهر؟ مهيش مجرد أخطاء؟ هي شبهات تزوير هذا موقف مبدئي من البداية قلنا أن العملية مزورة سياسيا قبل أن تكون مزورة تقنيا التزوير هو تزوير قانوني وتزوير سياسي من البداية الاستفتاء بكمله عملية تزوير للوضع الدستوري وللوضع القانوني وهي حلقة من حلقات الانقلاب نحن نتعاملنا مع هذا الاستفتاء كحلقة لا تقل خطورة عن حلقات أخرى أو لا تزيد حتى خطورة على حلقات أخرى حلقة 22 سبتمبر الأمر 117 حلقة إجراءات 25 جوليا التي أغلق بمقتضاها للبرلمان بدبابات تجميد العمل بالدستور حل الهيئات القضائية هيئة مراقبة دستورية للقوانين حل المجلس الأعلى للقضاء حل هيئة المستقلة للانتخابات وتعويضها بهيئة منصبة كل هذه الإجراءات والاستفتاء والاستشارة الإلكترونية حظي بتناول إعلامي كافي على امتداد سنة كامل اليوم قاعد تحكي على التزوير الآن في نقطة إعلامية سنقدم المعطيات المتوفرة والتي جمعناها على امتداد ليلة البارحة واليوم في علاقة بتزوير النتائج والتناقض وتضارب الأرقام تمت معاينتها بعدول تنفيذ وتمت معاينة لكابتور ديكران لأنه ليزي فسغت المعطيات اللي نشرتها ليلة البارحة وهذا يعني أن هناك شبهات كبيرة جدا في وجود تدليس في الانتخابات يعني المسألة تجاوزت التزوير السياسي للعملية إلى وجود تزوير تقني كبير في حجم كبير يعني أن هذا من ناحية سياسية أن تونس بخلاف كل ما فقدته من مكتسبات مكتسبات الانتقال الديمقراطي التي هي ليست كثيرة ولكن من بين المكتسبات هي نزاهة الانتخابات ونزاهة الهيئة المستقلة للانتخابات أجرينا ثمانية مناسبات انتخابية وطنية كبرى قبل هذا الاستفتاء وكانت كل هذه الانتخابات بما يشوبها من بعض التجاوزات هنا وهناك لكن كانت إجمالا معترف بها معترف بصدقيتها معترف بمصدقيتها معترف بنزاهتها ولكن هذه المرة ولأول مرة نعود إلى انتخابات غير معترف بها غير معترف بنتائجها حولها شبوهات فساد كبيرة وشبوهات تدليس كبيرة وشبوهات تزوير كبيرة يعني عدنا إلى مربع ما قبل 2010 مربع تزوير إرادة الناخبين في الانتخابات أما من جهة أخرى زادة مجموعة من الشبوهات من جهة أخرى أنا السؤالي لين نبدأ به معك فما الجهة المقابلة اللي يعتبروا أنه أكثر من زملين وربعمية ألف تونسي خرجوا صوته بنعم أنا نسألك إلى أي مدى يعتبر الرقم هذا ضافي للمشروعية على الدستور الجديد شوف نحن طبعا نحترم أراء كل تونسي وتونسية وقرار كل تونسي وتونسية وزوزملين وربعمية اللي تخرجوا صوته لهم كل الاحترام وهم توانسوا ويمارسوا في حقهم كما يشاءون ولكن هناك فما خلاصات سياسية ما يهمنا هو الخلاصات السياسية الخلاصة الأولى أنه سردية قيس سعيد اللي بناء عملية انقلابية كاملة دامة عام توا كانت مرتكزة بالأساس على اعتماده على إرادة شعبية واسعة وأنه كان يتماهى مع الشعب ويتماهى مع الإرادة الشعبية وانا ما قام به هو تلبية لإرادة الشعب اليوم بعد 25 جوليا 2022 بصناديق اقتراع وضعها الانقلاب نفسه بقواعد حددها قيس سعيد بنفسه بهيئة نصبها بنفسه قيس سعيد لا يتربع إلا على عرش ربع الجسم الانتخابي كان من المنتظر أكثر من هذا سي جاوهر؟ طبعا 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 أنا جايك المهم المعاينة الأساسية هو أن قيس سعيد أكثر من ثلثي ثلاث أرباع الجسم الانتخابي لم يشاركوا في هذه العملية ولم ينخرطوا في هذه العملية فيهم من قاطع عن وعي وبقرار سياسي وبإرادة وفيهم من كان متملح تماما من العملية كما في استحققات فارتة غير مبالي بها كما في استحققات فارتة استنعني جايك نكمل التحليل يعني أنه ربع الجسم الانتخابي فقط خرج ليساند المشروع السياسي لقايس سعيد هذا يعني أن سردية ارتكازه على الإرادة الشعبية العارمة هي سردية واهية وواهمة وانهارت تماما ولا يمكن المواصلة فيها اثنين على مستوى الاعتراف بمشروعية النص الدستوري هناك معايير دولية مثلا مش سايبة مش هي أعمل استفتاء اللي يجي جي بمن حضر ما هي شي لما هي ما هي شي دعوة للوطية هي استفتاء على دستور بلاد وحسب المعايير الدولية فما نسب المتعارف عليه في الاستفتاءات الدستورية أن نسبة 40% من الجسم الانتخابي هي الحد الأدنى ليعطي المشروعية للعملية الاستفتائية أما سيجرون باك ما تقول لك رئيس الجمهورية أنا ما ليش مطالب لا هو منصسه هو عمله وحده هو حدد القواعد وحده طبعا ما ينصش عليه هي قواعد مطابقة للمعايير الدولية يا أخي هيئة البندوقية لما قالت أنه الاستفتاء هذين لا يتطابق مع المعايير الدولية من جملة النقاط اللي أشارت لها أنا ما فهميش حد أدنى من المشاركة الحتبة العتبة اللي تقول مثلا أنه هذا الاستفتاء يصبح ملزم إذا كان فما نسبة مشاركة لا تقل عن 40% إذا كانت أكثر من 40% يعتد بالنتيجة وإذا كانت أقل من 40% لا يعتد بالنتيجة الاستفتاءات الدستورية في العالم وخرجت البارح يعني في قوائم في الاستفتاءات الدستورية أن النسب بالمشاركة راهي دائما في 60% 70% 80% على مسائل تهم الدستير يعني أن الدستور قيس سعيد هذا هو دستور لم يتمتع بالمشروعية الانتخابية لا يرتقي إلى مستوى النص الملزم وهذا من الناحية السياسية يعني أن جبهة الخلاص وأعتقد غيرها أيضا من القوى المعارضة للانقلاب لن تعترف بهذا الدستور لا يرتقي إلى النص الملزم سمعني فقط جورنا تفعل معك في النقطة هذية لا يرتقي إلى النص الملزم بمعنى أنه فما جزء من الرعام بمعنى أنه دستور البلاد الوحيد والشرعي هو دستور 2014 يعني بشي يكون فما انقسام حقيقي وعين بهذا يعني يومشي لكم فما انقسام حقيقي في الشعب التونس دستور 2014 دستور 2012 هذه مخلفات الانقلاب ومخلفات ما قام به قيسعيد ومخلفات سياسة الهروب إلى الأمام ووضع الناس أمام الأمر الواقع لن يضعنا مرة أخرى أمام الأمر الواقع هو أراد أن يذهب في طريق تأزيم البلاد وتأزيم الأزمة وتأزيم المؤزم يتحمل في ذلك كل مسؤوليته اليوم دستور البلاد الشرعي والوحيد هو دستور 2014 وهذا الدستور غير معترف به ولا يتمتع بمشروعية شعبية ولم يصادق عليه إلا ربع التونسيين ثلاثة أربعة تونسيين مشاركوش في هذه العملية قاطعوها أو تجهلوها أو شعروا بأنهم غير منخرطين فيها للعلم دستور 2014 تمت المصادقة عليه بإجماع المجلس التأسيسي المنتخب من أربعة ملايين ونصف تونسي أربعة ملايين ونصف تونسي منتخبوا المجلس الوطني التأسيسي أما سيجار دورينافون هل المحاكم والإدارات التونسية ونحيوها هنا على الدولة التونسية ستطبخ دستور 2014 أو دستور 2020؟ لا فما أمر واقع يفرض قيس سعيد باعتباره ماسك بأجهزة الدولة ويعني متحصن بالدولة ومؤسساتها لكن العملية السياسية ما هي عملية تفرض بالقوة هناك عملية مقاومة هو سيحاول أن يثبت أمر واقع رغم رفض التونسيين له رغم الإرادة الشعبية المجمة ماهية مع إرادة قيس سعيد رغم وجود معارضة كبيرة داخل المجتمع المدني وداخل المجتمع السياسي تقريبا إجماع كامل داخل المجتمع المدني والسياسي على رفض هذا المشروع على رفض التمشي اللي تبنى عليه رغم أن هذا هو ماشي في الطريق يعني طريق القفزة إلى الأمام والهروب إلى الأمام أي شنو نعملوا يعني نرضخوا أحنا لهذا التسلط لن نرضخ للتسلط لن نرضخ قبل هذا للتسلط ونشوف أنكم مخذيتوش لسوما الأمر الواقع هذا بعين الاعتبار سي جوهر وش نرجع لك دي وش نرجع لك جوهر بن بارك وش نرجع كذلك للمقاطعة هل كان قرارا صائبا بالنسبة لجبهة الخلاص وبالنسبة لباقي مكونات المعارضة فاصل أقصير ونوصلوا حوارنا مع جوهر بن بارك عضو جبهة الخلاص الوطني اشتركوا في القناة الاميه اكسپسونيل سيت اميه اكسيست اميه اكسير اميه اصورانس ووطر اميه دان لازاسورانس جوهر بن بارك ضيفنا حتى المساعتين ونص بدينا حوارنا حكيت على تدليس وتزوير للعملية متاع الاستفتاء شبهات في وقت اللي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحكي على تسرب خطأ مادي ام قراركم بمقطعة هذا المسار وبالتالي الاستفتاء متراش كونو حرمكم على الاقل كمعارضة وكطرف من المعارضة كونكم تكونوا على الاقل على عين المكان مش تكونوا ملاحظين على سلامة العملية ككل يعني منيش فاهم حكيت التسرب تسرب الضربة في البلاد المدة هذية يعني اخطاء تتسرب للدستور احنا تسربنا الاقمر الصناعية اخطاء تسربت للليزي يعني شنية حكيت تسرب هذية يعني احنا انجزنا من الفين وحداش الى حد الان ثمانية عمليات انتخابية وطنية اقل نسبة مشاركة في تاريخ الانتخابات في تونس هي هذي هي اللي صار ليلة خمسة وعشر اللي صارت بأعلى عدد من الجسم الانتخابي تسعة ملايين ومئتين الف شاركوا فيها حسب الارقام اللي نعتبرها عليها شبهات تجوير شاركوا فيها زوز ملايين وسبعمائة وثمانيمائة زوز ملايين وثمانيمائة هذا اقل نسبة مشاركة في تاريخ الانتخابات في تونس عمرها ما صارت اقل انتخابات اقل انتخابات انتخابات 2019 الانتخابات التشريعية النسبة المشاركة الرسمية النهائية اللي علنتها لزيء انا ذاك بعد يعني بعد نتائج الرسمية كانت اكثر من 42% الانتخابات الرئاسية سنة 2019 ذكروا قيس عيد تحصل على زوز ملايين وسبعمائة الف صوت ونبيل القروي على مليون نواش يعني تقريبا 4 ملايين على جسم انتخابي في 7 ملايين يعني اكثر من نصف اكثر من 50% نسبة مشاركة يعني ما نبدوش نغلطه في بعضنا انه اربوع الجسم الانتخابي يتحرك في استفتاد ستوري ما هوش استفتاد ستوري رو استفتاد ستوري يعني عقد اجتماعي كونتراتو اه 3 ارباع الناس المعنيين بالكنتراتو هذا ما جو صحه صحه اربوع برك يعني المسألة فاهة سياسية نوازنة وثقيلة ثقيلة من ناحية سياسية بالنسبة للمقاطعة ليش خيار المقاطعة هناما كان عنا حتى ثيقة في هذه وعواه بالدليل الآن لكن خليتوا الكرسي فارغ خليتوا المقعد فارغ لا 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 الفارغ هو اللي قعد القيس عيد 70% 75% فارغة هذا هو المهم شوف من ناحية سياسية جدا فما تناسق في الموقف احنا رفضنا المسار بكامله واعتبرنا ان الاستفتاج جزء من الانقلاب وانه عملية سطو على السلطة التأسيسية كما استطاع على السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية قام بسطو على السلطة التأسيسية فرض على البلاد مسار تأسيسي بالطريقة اللي حب عليها بدون اي تشاركية ليضع دستور رديء لتونس كارثة على الاجيال القادمة كيف نشارك في هذه المسرحية المهزلة اللي لا تتوفر فيها لا الشروط السياسية للدخول في مسار تأسيسي توافقي وطني لا شروط التشاركية في طريقة وضع دستير لابد ان تكون ممثلة للارادة الجماعية في صياغتها وفي الموساطق قالها مش بقط تذكروا في المجلس التأسيسي من المسار صيغة دستور 2014 كانت المنظمات المجتمع المدني داخل خارجة الخبراء داخلين خارجين ما فماش ما ندبوا هب على وجه الأرض ما عنده علاقة بالدستور وبالعمل المدني وبالجمعيات وما جاش وما تخلش بما فيهم حتى النقابات الأمنية والمحامين والناس وكل القات روحة وناقشة مضمون دستور 2014 هذا الدستور ما ساره قرار الدخول فيه قرار سياسيا انقلابي ما ساره انفرادي وغير تشاركي لتغيب فيه كل الضمانات الحقيقية لعملية اقتراع شفافة ونزيهة ومتوازنة لتشرف عليه هيئة غير مستقلة كيف ندخل فيه عملية مزورة بهذه الطريقة اما سيجاوهر زادة الى اي مدى تنجم تكون مجارات رئيس الجمهورية هي الحل لهذا البلد لا مجارات رئيس الجمهورية فمن برشا زادة يشوفوا ان وجابة الخلاص والمعارضات الموجودة اليوم فمنوع من الخطاب القصوى ويحنا حكينا في بكري الى اي مدى نجم تكون اليوم المجارات رئيس الجمهورية اوكي تعتبروا انه ممشاش في التشاركية تعتبروا انه الدستور هذا لاغي وتعتبر انه دستور ما يلزمكمش انتوما كمواطنين اي اليوم هالكليفاج هذا كيفاش يخدم البلاد هذي شوف احنا اخترنا من البداية القول بان هذا انقلاب واحنا لا نجاري انقلابات ولكن فما بعض القوى السياسية نحترموها والمنظمات اللي جرات مشات بالعملية هذه مشات بالمنطق هذا من البداية والتضحلها انه مجارات رئيس الجمهورية هي عملية يأسة وبأسة ولا نتيجة لها اكثر ناس جاراوها ومشاوا معاها للنهاية الهيئة اللي عينها في الحوار الوطني اللي عادت له مشروع دستور ما جاراته للاخر وشاركت في الحوار المزعوم متاعه وعملت له المسرحية وخدمه كومبارس عنده هي في النهاية شعمل ما هو لوحهم في البوبالة عدم مجاراته شنو وين عدم كيفاش نجم يكون حال مجارات مجارات اللاعقلانية والمغامرتية ومجارات شخص يعتبر انه حامل لرسالة ربانية ورسالة إلهية لإنقاذ الأمة هو هو عملية عبثية شنو تجاري إنسان داخل بالبلاد في منطق لعقلاني بالتمام والكمال كمعارضة كمعارضة تطرح بديل ربما وهذا وهذا عليش خلى كل القواء في النهاية تتخلى على قيسعيد وتتأكد انه لا يمكن مجاراته يعني جات للمربع اللي مشينا فيه مواطنون ضد الانقلاب من البداية وجبته خلاص أنه هذا الرجل لا يمكن أن يصلح هذا الرجل هازز البلاد إلى الهاوية ومجاراته يعني أنه ماشيين معاه خطيوة خطيوة للهاوية لا هذا بلاد نعم ما عنيش بلاد أخرى أنا أنا أستجافر بعد بعد بيوتاتي بش نرجع على الجانب السياسي ما في علاقة فما نقطة في الدستور نحن أخذنا فيها على امتداد الحملة الدستور بتفاصيله كان فما المعاه والضد وغيره ما فما الحقيقة نخذ فيك كأستاذ القانون الدستوري برشة يعتبره أن النظام هذا النظام رئاسي من المعارضين الرئاسي الجمهورية ما حب ناخذ نظام عبذي يعني لا يمكن تسميته بنظام رئاسي رو رئاسوي المعارضين يقول يا رئاسوي رئاسوي يعني تصنيف قانوني هذا نظام عبثه نظام إمبراطوري نظام قيصري إمبراطوري شوف أنا ما ندخلش في التفاصيل هذه نرافضه النص أصلا لكن نعطيك حاجات الدستور هذا لا يتحدث على الديمقراطية لا يتحدث على التشاركية لا يتحدث على دور المجتمع المدني لا يتحدث على المركزية لا يتحدث على المجلس أعلى للقضاء مستقل لا لا يتحدث على الدولة المدنية هذن لا يتحدث على الهيئات المستقلة رو كان عنا دستور مديرن يعني عصري فيه كتب بطريقة عصرية تتناغم معه الدستير العصرية في العالم الهيئات المستقلة المركزية الحكم التشاركي الحوكم الرشيدة كل هذه معايير جديدة دخلت في عالم القانون الدستوري في السنوات القليلة الماضية ودستور 2014 كان حامل لكل هذه المعاني الحدثية والمعاني العصرية هذا دستور أركيكي منقول في مستوى نظام السياسي باش نلخص العملية وانا متأكد من هذا نعرف قريت المسألة هذه سنوات منقول حرفيا في نظام السياسي من دستور 59 كما عدله لا 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 كما عدله زين العبدين بن علي بعد تعديل 88 بعد تعديل 97 وبعد تعديل 2002 استفتاء 2002 لانصار دستور فعلا على مقاس الاستبداد اللي قام به آآآ بن علي كيس عيد نقلة حرفيا فصول منقولة حرفيا من دستور 59 وزاد كسر أشياء مثلا المجلس الأعلى للقضاء وينو في الدستور فماش مجلس أعلى للقضاء جاء موقع للقضاء ما هو شي سلطة وهو وظيفة وفعلا باش ي ينقل سلطة من موقع السلطة إلى موقع وظيفة جاء دقدق المجلس الأعلى للقضاء فمثل الثلاثة مجالس مجلس يمثل للقضاء العدلي ومجلس يمثل للقضاء الإداري ومجلس يمثل للقضاء المالي فماش الهيكل الشامل ليعطي ضمانة استقلالية للسلطة القضائية يعني بسياسة فرق تسد فرق المجالس باش النجم يسيطر عليها المحكمة الدستورية كيف تكون ضمانة أولا تم إلغاء اختصاصات في المحكمة الدستورية هي اختصاص عزل الرئيس دستور 2014 يعطي للمحكمة الدستورية اختصاص بعزل الرئيس في حالة الخرق الجسيم للدستور قيسايد نحاها هذه لأنه قولوا احنا التوانس المجرى بتهم زمناء مرافقه لأنه خاف لأنه وعمل عملية خرق جسيم للدستور وكان خايف أنه المحكمة الدستورية لو وجدت أنها تعزلوا ولكن نحل اختصاص هذا ثم تركيبة المحكمة الدستورية اللي يحكي عليها السيد يحكي على تسعة قضاءات يتم تعيينهم في المحكمة الدستورية بصفاتهم أرجع شوية في باب السلطة القضائية في نفس الدستور وفي باب السلطة التنفيذية وصلاحية رئيس الجمهورية تلقى رئيس الجمهورية هو اللي يعين القضاءات في المناصب القضائية السامية يعني هما قضاء سامي يعينهم رئيس الجمهورية بصفتهم في القضاء ثم يأخذهم يحطهم في المحكمة الدستورية يعني تسعة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية ورئيس الجمهورية هو الماسك بالمبادرة التشريعية هو ماسك بالمبادرة التشريعية كيف ذلك؟ طبعا في نص الدستور في نص الدستور هو عنده المبادرة التشريعية وعنده الأولوية في المبادرة التشريعية ينجم حتى يخرج من المسار التشريعي ويمشي مباشرة بدون المرور بالمجلس التشريعي يعرض قوانين على الاستفتام مباشرة نعرفه لهذه الخديعة ويتمارسها أنظمة الاستبداد هذا معلوم أنه هي ضمنات وين هي الضمنات المحكمة الدستورية يعين أعضائها كاملة كامل أعضائها يعينهم رئيس الجمهورية ثم ما عندهش صلاحية محاسبة رئيس الجمهورية هي شوف شا عمل منطق أنه الحكومة يعينها رئيس الجمهورية والحكومة قابلة أنه تكون محل مسائلة من طرف البرلمين المنطق هذا تطرح في وقت والأوقات منطق الخديعة كان موجود في دستور 59 في نسخة بن علي بالضبط أنه رئيس الجمهورية هو الذي يضع أسياس العامة للدولة هو الذي يعين رئيس الوزراء هو الذي يعين أعضاء الحكومة هو ليعزلهم أما الحكومة مسؤولة أمام رئيس الجمهورية على تنفيذ سياسات رئيس الجمهورية ومسؤولة أمام البرلمان على تنفيذها للسياسات رئيس الجمهورية أما رئيس الجمهورية مش مسؤول يعني هو ليضع السياسات وهو ليعين الحكومات أما الحكومة هي المسؤولة مش هو هذا يشنطف يتسمى يتسمى حكومة فيوزيبل يعني عامل حكومة فيوزيبل هو يقول له هاش تعمل هو يحدد السياسات العاملة للدولة هو يعينها أما إذا كان فما أزمة سياسية ولا مشكلة ولا خطأ تتحملوا الحكومة ويتحملوا شوه هو صاحب القرار يعني عامل عامل بارافون عامل بارافون باش هو يخرج من المسائلة يعني السيد لا يسائلوا برلمان لا تسائلوا حكومة لا يسائلوا محكمة دستورية وبطبيعة الحال فما الحصانة القضائية المطلقة والتامة والشاملة اللي نفهم وما زال بزوز أسلة السؤال هو يعني هذين نحن داخلين على نظام شمولي وكأن مش داخلين هو احنا عايشين في نظام شمولي يخشنو الفرق بين الدستور هذية والأمر 117 عنا عنا عام يحكم فينا دستور صغيرة اسمو الأمر 117 وفمخاخ الناس نظام شمولي سيجار بن بارك رو نحكيه على تجارب في أوروبا تعرفوا بليح تجارب قصوية احنا اكثر من هذا احنا نعيش مخاطر نظام فاشي لأنه مع الشمولية المؤسستية يكون عندك نظام شمولي نظام استبداد مؤسساتي نظام عدم توازن بين الصلط بالاضافة الى الخطاب التقسيم والخطاب الفاشي وخطاب تخوين الخصوم وتخوين كل من يعارضه أو يخالفه الرأي بما في ذلك حتى أقرب مقربية وأقرب أصدقائه يعني مازالك يشتوه اشتم أصدقائه اللي كتبوله المسودة اللي ألقى بها في سلة المهلمات لكن الأنظمة اللي نحكيه عليها جوهر ما فيهش ما فيهش معارضين يخرجوا يتكلموا في الإعلام مثلا لأنه الاستبداد يبنى مايجيش ابن علي بناء استبداد بعد ثلاث سنوات ابن علي يخذى السلطة عام 87 بدى الاستبداد عام 91 يعني يخذى ثلاث سنوات باش رسخ سلطة عامل انتخابات وعمل تعديلات للدستور يعني رسخوا اموروا حط جمعتوا عاود استحوذ على الحزب الاستبداد يبنى وردوا بالكو ما مش معناها اليوم عنا ما زال عنا هالحرية هذية باش نجيوا في راديو اكس براس ونقولوا رأينا معناها غطوة الحرية هذية مضمونة في نظام شمولي يخي واني ريتوا في الدنيا النظام غير ديمقراطي فيه دمج سلط وفيه حفظ للحريات ما فاماش ما ديش قلت اللي جبهة الخلاص اطلقات رسالة الشعب وستنوع تحركاتها في المستقبل نختم معك بسؤول هذا شنونة وعيت التحركات النجم تكون في المستقبل نفس تحركات الميدانية تحركات احنا اخترنا المقاومة الديمقراطية السلمية السياسية وسنواصل في هذا المجال ربما اليوم يزمنا النوع التحركات يزم تكون فما تحركات في الجهات يزم تكون تحركات شبابية عنا تصورات لتنويع التحركات الميدانية ولكن ايضا الاشتغال على الملف السياسي مهم ياسر اليوم بعد 25 جويلة وبعد الامر الواقع اللي حبيفر ذوقي سايد اعتقد انه الارضية مفتوحة اكثر بالنسبة لقوة المعارضة انتوحد صفها وانتتلم على كلمة كلمة واحدة جزيلا شكر جوهر بنبارك لأخبار ورجعين في الاكسبريس موسين معكم حتى الاربع موسيقى موسيقى